في السنو السنوي لمعادة التاريخ وحييكم وأقدم لكم حصة جديدة جوهر السكلي لما تفاوض مع المصريين دي بنقول عليها مهارة منه بنسميها مهارة سياسية مهارة التفاوض يبقى أنا اتكلمت الوقتي على مهارة جوهر السكلي العسكرية في نجاحه في السيطرة على مصر ومهارته السياسية في نجاحه في التفاوض مع المصريين تمام يا شباب ندخل بعد كده ومع بعض ايه بقى اللي حصل هنقسم دلوقتي الدولة الفاطمية لتلات مراحل المرحلة الاولى وبنسميها مرحلة التأسيس والاستقرار هيقسسهم ويستقرهم بدولتهم في مصر وبعد التأسيس والاستقرار هنشوف مرحلة القوة وبعدين مرحلة الضعف او بمعنى تاني سقوط الدولة الفاطمية طيب مرحلة مرحلة التأسيس والاستقرار هندرس فيها فترة حكم جوهر السكلي وبعدين فترة حكم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي نبدأ في اول حاجة وهو قائد جوهر السكلي جوهر السكلي لما دخل مصر الخليفة المعز الفاطمي اداله سكوة كبيرة جدا وفوضه بسلطات عسكرية وسياسية ومالية مطلقة يعني له الحق ان يعمل اي حاجة هو عايزها من الناحية العسكرية والسياسية والمالية ده خلى جوهر السكلي يتفانى في عمله عشان يكون عم تحس نظام المعز جوهر السكلي حكم مصر ثلاث سنين كاحدة ولايات الخلافة الفاطمية يركز اوي على كلمة الخلافة الفاطمية وكان جوهر السكلي هنا وهو بيحكم مصر هل كان خليفة لا ده كان مجرد قائد الخليفة المعز الدال وصلاحيات يعمل اي حاجة شايفها صح للدولة الفاطمية او للخلافة الفاطمية وبعد ما هو هيستقر والحكم يبقى مستقر للخلافة الفاطمية في مصر بعد كده الخليفة بنفسه هيجي يحكم من مصر اهم اعمال جوهر السكلي المشهورة واللي خالدة هي مدينة القاهرة بناء مدينة القاهرة علشان تكون مقر الحكم الفاطمية تمام طيب يا شباب انا من شوية قلت ان جوهر السكلي دخل مدينة الاسكندرية وبعد كده لما عمل تفاوض مع المصريين ودخل مصر وبناء مدينة القاهرة بناها عشان ايه بناها عشان تكون عاصمة تحكم منها الخلافة الفاطمية ايه الدولة بتاعتها او الممتلكات اللي هي هتستولى عليها واستولت بالفعل فده معنى ايه معنى ان الفاطميين ادرهم يسيطيوا على الساحل الشمالي للبحر المتوسط الساحل الشمالي للبحر المتوسط لان احنا قلنا دولتهم كانت موجودة في شمال افريقيا يعني في الساحل الشمالي للبحر الايه المتوسط بالنسبة للساحل ايه اللي هي بتاعت افريقيا الساحل بتاعة افريقيا تمام طيب لما نجي نبص نلاقي ان هما توسعهم من البحر المتوسط حوض البحر المتوسط تمام من بلاد المغرب وسيطروا على مصري بايزا ان هما ياخدين كده الساحل الشمالي بتاع البحر الايه بتاع البحر المتوسط او الشمال الافريقي بمعنى أضغط سكوت مصر في يد الفاطميين يعني انتهاء عصر الدول المستقلة يبقى انتهت عصر الدول المستقلة في مصر على يد مين على يد الفاطميين أو بظهور دولة ايه بظهور الدولة الفاطمية طيب نشوف الخليفة المعيزة لدين الله الخليفة المعيزة لدين الله لما تأكد ان جوهر السقلي خلاص دعم الملك بتاعه في مصر خلافة الفاطمية استقرت في مصر وان كده بقى انقطعت تابعيتها عن الخلافة الايه؟ عن خلافة العباسية يبقى هنا ما عادش فيه حاجة مصر تابعة لحاجة اسمها خلافة عباسية والملاحظ يا شباب ايه؟ الملاحظ ان بقى عندي هنا خلافتين ودي كانت مشكلة كبيرة جدا ان بقى فينا انفصال العالم الاسلامي بين خلافتين خلافة عباسية في بغدان وخلافة فاطمية مركزها فين؟ في القاهرة او في مصر طيب اعمال المعيزة لدين الله عمل حكومة قوية اهتمت هذه الحكومة القوية بالعمع على تحسين مظاهر الحياة الدينية والعلمية والاجتماعية يبقى الحكومة اللي عملها المعيزة لدين الله اللي كان الفضل يرجع لها في اقامتها هو او في استقرارها هو جواهر استقلي عمل المعيزة على تحسين مظاهر الحياة الدينية والعلمية والاجتماعية اهم حاجة بقى نمرة اتنين نمرة اتنين اللي هي ايه بقى جعلة من مصر قلبا للعالم الاسلامي ومركزا للدعوة الفاطمة تمام يا شباب وهنعلق على دي بس ما نخلص رقم ثلاثة وسط نفوزه وامامته على المغرب والشام ومصر وحلب وحتى الحرامين طيب نركز ما بعد كده بعد ما احنا اتكلمنا على رقم اتنين ورقم ثلاثة رقم اتنين ورقم ثلاثة اللي هو جعلة من مصر قلبا للعالم الاسلامي ومركز للدعوة الفاطمية طبعا استاذة فاذا كانت تتكلم على اهم اعمال المعيز للدين الله الفاطمي المعيز للدين الله الفاطمي احنا وانا ان يعتبر من خلفاء الفاطميين اول خليفة فاطمي في مصر معنى كده ان الخليفة الفاطمي لما تأسست الدولة الفاطمية كان فيه اكتر من واحد طيب اهم اعمال المعيز للدين الله الفاطمي طبعا هو بيقوم بتأسيس دولة قوية بيأتي الى مصر بعد تهيئة الوضع في مصر من خلال جوهر استقلي آآ بيجعل من مصر قلبي للعالم الاسلامي طبعا ممركز للدعوة الفاطمية او دعوة ليه المذهب الشيعي بيستطيع ان هو يبسط نفوزه امامته مش بس في مصر والمغرب لا كمان بيكمل ليه الشام بيوصل حتى حلب وحتى منطقة الحرمين يعني بيضم المصر الحجاز وبيضم اليها الشام وبالتالي يعتبر من اهم الحكام الفاطميين اللي استطاعوا جعل آآ مصر مركز وقلب للعالم نشوف مرحلة اخرى وهي مرحلة يأتي على مصر عدد آآ من الخلفاء الفاطميين بعد المعزل دين لا الفاطمي طبعا بيتميز عهدهم بالقوة ليهم دور ملموس في استقرار الدولة زي الخليفة العزيز بالله زي الخليفة الحاكم بامر الله او هنتكلم على كل حية مميزة لهؤلاء الخلفاء الفاطميين وزي الخليفة المستنصر بالله وبينتهي عهد الخليفة المستنصر بانتهاء قوة هذه الدولة الفاطمية وهنشوف ازاي رغم ان هي هتكون في فترة حكمه بداية قوية لكن بعد كده بتنتهي بطعا نشوف عهد الخليفة العزيز بالله وبيخلف والده المعز لدين الله الفاطمي تم طبعا بعمل عديد من انشاءات والتعمير بما ان القاهرة عاصمة جديدة ليه آآ ماصر وليه الدولة الاسلامية الدولة الفاطمة ينشي عديد من الصروح ومن المنشآت العمرانية زي قصر الزهف في القاهرة زي جامع الغرافة زي قصور عند شمس طبعا المنطقة دي اللي هي احنا آآ مرتبطة كده في فكرنا بحاجة فيه الادب الجميل بتاعنا آآ وهي قصد بين القصر السبب بتاع بين القصرين هذه القصور اللي موجودة ايضا بينجح فيه هزيمة القرامتة في اوائل آآ عهده ودول مجموعة من الطواقف الشيعة الاسماعيلية اللي تركزت في منطقة البحرين وحاولت ان هي تسيطر على شبه الجزيرة العربية فنجح في آآ هزيمتهم ايضا اهتم ببلاد الشام وشؤونها وحارب البيزنطيين في منطقة حلب كان فيه محاولة لاسترداد هذه المنطقة مرة اخرى آآ لكنه انتصر وستطاع ضم بلاد الشام لمصر في هذه. بعد العزيز بالله ازاي الدولة عندي في المغرب في مصر في بلاد الشام في آآ مكة كل هذه المنطقة تعتبر تحت سيطرة الدولة الفاطمية في عصر قوة الدولة. طبعا اللي بيساعد في او كان لي دور مهم جدا في انتصار انتشار هذه الحركة الفاطمية والاستقلال والخلافة الفاطمية كان سيطارة هؤلاء الفاطميين على مصر وآآ ضمهم لهذه الدولة. ايضا عندي الحاكم بامر الله وهو بيطلق عليه ابو علي المنصور آآ لقب بالحاكم بامر الله لان هو كان صغير في السن وتولى الحكم بعد وفاة والده وهنشوف عنصر من العناصر النسائية اللي هتساعده في الحكم. آآ الحاكم بامر الله كان ليه حياة غريبة جدا شخصيته كان فيها تناقض آآ غريب. يعني كان بيتها ما يسبشها جاعة وبالجب باللين وبالشد. لكن آآ يمكن حياة كانت بتميز فترة حكمه ان هو عمل على اقرار الامن في البلاد في فترة. هشوف المستنصر بالله آآ طبعا هو تولى الخلافة بعد ابيه ومد نفوزه لبلاد الشام والحجاز وصقلية في شمال افريقيا. كمان عمل حياة جميلة جدا ان هو استمال الخليفة القائد العباسي آآ ارسلان البساسيري وده آآ استطاع من خلال ان هو ينفصل ويعمل لي سيطرة للخلافة الفاطمية في هذه المنطقة واستطاع ان هو يدعو او بيتم الخطبة آآ على المنابر في بغداد لمدة عام بالكامل لكن هيواجه هذه فترة آآ استلاجيكة. طبعا نشوف مين استلاجيكة دول مجموعة من الاتراك اللي كانوا موجودين في شمال بلاد الشام آآ استطاعوا يعيدوا مرة اخرى للخلافة العباسية هيبتها وسيطرتها وويودها مع الخلافة الفاطمية. يعني هذه الفترة كان عندي اتنين من الخلافة العباسية. الخلافة الفاطمية في مكان والخلافة العباسية في مكان. فطبعا هذه الدولة القوية اللي ظهرت عندي في اسيا الصغرى هي التركية حاليا استطاع السلاجيكة الاتراك ان هم يعيدوا مرة اخرى سيطرت الخلافة العباسية لآآ المنطقة اللي هي موجودة فيها ويعيدوا اليها مرة اخرى هيبتها. رغم قوة هذه الدولة الفاطمية في عهد المستنصر بالله لكن في اواخر عهده بتتعرض البلاد ليه شدد غريبا بيتقل لمياه الفيضان في نهر النيل. فبيعاني المصريين من جفاف كبير جدا. طبعا هدولون ان المصريين ممكن اي حد يساعدهم. آآ بس هنا بنفكر ازاي ان مصري دولة قوية. آآ مصر هي رغم ان هي ولاية آآ في الخلافة الفاطمية لكنها لها مركز قوة هي مقر الخلافة. هي رقم واحد في الخلافة. فبالتالي آآ بيتعرض البلاد لآآ فترة من الجفاف. ازمة اقتصادية انتشار الفوضى في البلاد. فبيستعين ببعض القوة من الخارج بيستطيع بيستعين المستنصر بالله انه باحد القادة الموجودين في بلاد الشام هو بدر الجمالي بيأتي لمصر بيعيد مرة اخرى البلاد الى آآ آآ امنها وسيطرتها وبيعمل لي آآ مسجد مشهور جدا بيتنسب على اسم منطقة الجمالية هو مسجد الجيوشي. فده سبب تسمية هذا المسجد آآ بهذا الاسم مسجد الجيوشي لبدر الجمالي انه هو هيأتي بقوات وجنود لعادة البلاد للسيطرة مرة اخرى نتيجة طبعا الازمة الاقتصادية وانتشار الفوضى في البلاد ومعاناة السكان في هذه الفوضى. طيب بيقول لي هنا شوف سؤال لعبة الاساطيل البحرية دورا معضحا في توسعات الدولة الفاطمية. فعهد من الاسطول البحري ده كان ليه دور في آآ ان يكون في توسعات للخلافة الفاطمية والدولة الفاطمية. المعز الجوهر السقلي الحاكم بامر الله والمستنصر. طبعا اللي هيخلينا يفكر على طول هو المستنصر آآ بالله وده نتيجة طبعا العلاقات اللي اقامها مع آآ الحاكم في بلاد الشام. طب بيقول لي دخلت منطقة الحجاز في حفزة الفاطميين. يعني بجانب مصر وبلاد الشام منطقة الحجاز دخلت ايضا آآ حدود الدولة الفاطمية. وده كان في عهد جوهر السقلي ولا المعز ولا العزيز ولا الحاكم بالله. طبعا في عهد المعز لدين الله الفاطمي. واللي بسط الخليفة المعز لدين الله نفوزه وامامته على. طبعا في الفترة دي انا بتكلم على التساعد الدولة. المغرب ومصر والعراق. المغرب والنوبة ومصر. المغرب والشام والعراق. ولا المغرب ومصر وايه? طبعا الدولة الفاطمية كانت موجودة في المغرب دخلت مصر ومجرد دخولها مصر بالتالي من السهل جدا ان هي تسيطر على بلاد الشام ففي عادة الخليفة المعز لدين الله الفاطمين وبعد ثلاث سنوات من مجهود جوهر السقل استطاع ان هو يضم مصر ودي ما كانتش الحركة الاولى لمحاول سيطرة الفاطمين على مصر لكن كان في محاولات وحملات عديدة تصبقها كان بيدافع عنها الاخشديين ونجح في ذلك محمد ابن طبي جريخشيدي لكن بعد وفاته وتعرضت البلاد لحملات ودخل الفاطمين لمصر طيب بيقول لي هنا في سؤال مجموعة من الشخصيات وفي اعمال فاحنا بنحاول نسحب كل شخصية بيقول لي نجح في هزيمة القرامطة ويهتم بالشام وشؤونها عمل على اقرار الامن وقضع الفوضى في اوائل عهده مد نفوزه الى بلاد الشام والحجاز وسقلية بجانب شمال افريقيا نيح في الاستلاء على مصر واصبحت ولاية تابعة للخلافة الفاطمين هنا بيقول لي اسحب الايجابة الصحيحة امام كل عباد نشوف مع بعض جوهر السقل هل هو هزم القرامطة ولا قرر الامن ولا مد النفوزه الى بلاد الشام ولا نيح في الاستلاء على مصر واصبحت ولاية تابعة للخلافة الفاطمية بفضل مجهودات هذا القائد العصر طبعا هو جوهر السقل طيب نشوف اقر الامن وقضع الفوضى في عهد باوائل عهد وهو الحاكم بامر الله طيب نشوف مع بعض نجح في هزيمة القرامطة وهو العزيز بالله مد نفوزه لبلاد الشام والحجاز وسقلية بجانب شمال افريقيا وهو المستنصر بالله وده كان في اوائل عهده لمكاتل البلاد قوية لكن عكس لو انا بقارن الفترة دي باخر عهد المستنصر بالله هلايه ان فيه تناقض دي قوة ونفوز وسيطرة على الشمال ومد نفوز وعلاقات هلايه في اوائل عهده تعرض البلاد لازمة اقتصادية فالموارد ايضا كانت بساعد الحاكم ان هو ينشر الامن يهتم بالرعية ووسع الدولة بيقول لي اعاد السلاجيقة الى الدولة العباسية هيبتها السياسية العلمية العسكرية العسكرية طبعا نفتكر مع بعض ان السلاجيقة هما الاطراك اللي بيسكونوا في اسيا الصخرة القبائل اللي كانت موجودة مستخرة في هذه المنطقة استطاعت ان هي تعيد مرة اخرى بعد ده عام من فصل الخلافة العباسية عن السيطرة على هذه المنطقة في بلاد الشام فالسلاجيقة استطاعوا اعاد الدولة العباسية الى هيبتها باعتبار ان هي صاحبة الخلافة الاسلامية فده يعتبر عاد الى هيبتها المرحلة التالتة من مراحل الدولة الفاطنية وهي مرحلة الضعفة بتتعرض الدولة الفاطنية لفساد شديد طبعا بعد انتشار الفوضى في الدولة اي دولة بتظهر يا ولاد او اي خلافة او اي حد بيصل لفترة قوة لازم منحدر بيظهر عندي زي ما بوصل للقوة برضو بتكون نقطة تحول وبنحدر فيها لعودة مرة اخرى او لنهزام او ضعف مرة فده ده حياة طبيعية جدا للحضرات والدول وكل العظام الموجودين في العالم فالدولة الفاطنية اتعرضت لفساد شديد جدا طبعا زاد النفوس ده في عحد الوزراء يمكن هيظهر عندي حياة هنا غريبة في فترة الحكم العباسي وهي ظهور في مصر بعض الوزراء وتنافسهم على الحكم مش بس تنافسهم على الحكم استعانيتهم ايضا بقوة خارجية وتحالفات خارجية وده يمكن بيميز للدولة وسبب من اسباب ضعف طبعا خلفاء المستنصر لم يكونوا على مستوى قوي ان هما يأهلوهم لادارة شؤون فكان سبب من اسباب ضعف الدولة وسقطها تنازع الوزراء على الحكمة للسيطرة عليها وده طبعا نتيجة ضعف الخلفاء نشوف وزرين من اهم الوزراء اللي هزروا عندي وهم شاور ودرغان طبعا من اهم اسباب ضعف الخلافة بعد عهد المستنصر بالله وهو تسلط الوزراء على الحكم كل وزير عايز ان هو في وزرين موجودين في البلاد وده هنتكلم عنه بعد كده في الحياة السياسية والنظام السياسي في الخلافة الإسلامية فوجود وزرين في البلاد كل وزير فيه ما عايز يسيطر على الحكم هاشتركوا في المؤامرات ودسائس يحاولوا ان هم يتصروا على كرسي الوزارة فأشهر هذه الصراعات صراع بين الوزرين وهم شاور ودرغان شاور ودرغان وزارين موجودين في مصر في الدولة الفاطمية كل واحد فيهم عايز يسيطر على البلاد طيب نسأل هو الخليفة فيه ده بينما على ان الخليفة الفاطمة اللي موجود ضعيف مش مسيطر على البلاد طيب هل ممكن دي تكون فرصة للخلافة العباسية انهاية تتدخل وتستغل الموقف وتعيش سيطرتها على الدولة الإسلامية لا برضو كانت حتى الخلافة العباسية تعاني عصر عباسي استاني من الضعف أيضا هشوف ان الوزرين دول هيعملوا حياة غريبة جدا هم كل واحد فيهم هاستعين بقوة من الخارج المشكلة ان انا ممكن استعين بقوة من الخارج يكون حد مسلم زي او حد من عربي زي لكن المشكلة ان احد الوزر هاستعين بمين بحد من الصليبيين من العناصر الاوروبية اللي موجودة المسيطرة على البلاد ملك عمور الصراع ده كل واحد فيهم هيستعين بقوة من الخارج شاور هيستعين بنور الدين محمول وده كان هنتكلم عنه بعد كده موجود في بلاد الشام وكان ليه دور في محاربة الصليبيين ومنع ارتدادهم مرة أخرى والسيطرة على البلاد الوزير درغام هيستعين بعموري وده كان ملك بيت المغدس وبالتالي كل واحد فيهم عايز قوة من الخارج عايز يتحالف مع حد يقوم كده لو فاكرين في الترمي الأولين كنا بنتكلم على الأحلاف وعن الرسول عليه الصلاة والسلام وازاي ان هو كان بيدعم او صاحب فكرة ان احنا حتى لما نتحالف دايما نتحالف يا أولاد على حق على حاية صحيحة على حاية تؤدي الى السلم مش تحالفات تؤدي الى حرب اضمار الى سيطرة عنصر على عنصر وده برضو بيفكرنا بدور الثورة المصرية ثورة اتنين وخمسين ازاي واحنا ندرسها السنة الجيهة ان شاء الله في ثلثة سنوية ازاي ان هذه الثورة اللي قامت في مصر كاد بتؤكد او بتدعم الحياد الايجابي ازاي ان احنا ما نتحالفش بشكل سلب ضد حروب او تحالفات كلها تأذيلي البلاد وتأذيش فمنشوف شاور هيستعين بنور الدين في دمشق وبلاد الشعب درغام هيستعين بمالك بيت المقدس الصليبي وهو هدور الصراع بين الاثنين طبعا قوات نور الدين محمود بتأتي الى مصر نور الدين محمود مش هيأتي بنفسه لكنه هيرسل قائد الجيوش وهو اسد الدين شريك اسد الدين شريكو هيأتي ومعاه ابن اخي صلاح الدين وبيدخل في صراع هو طبعا الصليبيين بيبعثوا بقيادة عمور بيت المقدس بيحاول ان هو يستعين بالامبراطور البيزنطي عشان يحقق حلمه في الاستلاء على مصر والسيطرة على مصر ودخول حملة صليبية الى مصر حملات الصليبية كده في عجانة هلاقي ان هي من الحملات اللي كانت حاب ان هي تسيطر على مناطق مهمة جدا لأسباب سياسية واقتصادية لكن ليوا ان محاولتهم السيطرة على بلاد الشام لا تكفي لكن لازم يسيطروا على مصر لو هم حابين يسيطروا على الشرق فبالتالي فكروا في حملات لمصر لكن قوات موري الدين محمود استطاعت ان هي توقف هذا الصراع وتمنع الوجود الامبراطور البيزنطية في مصر وبتنتهي هذه الصراعات بعدة امم اول حياة بنسحب عموري وجيشه من الاسكندرية طبعا بتدور عدة معارك في منطقة بالبيز الشرقية وفي الاسكندرية بينسحب عموري وجيشه من مصر بتتمركز قوات موري الدين محمود في مصر الخليفة الفاطمي بمجرد ما يسمع ان اسد الدين شركو استطاع ان هو يقضي على سيطرة هذه الجيوش الصليبية وحماية مصر فبالتالي بيقلد الخليفة الفاطمي العادد الوزارة لمين طبعا يحصل نزاع ما بين شهر ورامة تنتهي باحتراق الاثنين وفشلهم في السيطرة على الوزارة هنا المكان بيكون فاضفة الخليفة الفاطمي العادد واحنا تكلمنا الحصة اللي فاتت عليه وانا ان انا عندي تلاتة من الخلفاء ذكرتهم في الترمي ده المعتدد والمعتمد والعادد هنا الخليفة الفاطمي العادد بيستطيع ان هو يقلد الوزارة لاسد الدين شركو طبعا اسد الدين شركو ما كانش مصري ولا كان من بلاد الخلافة الفاطمية اللي موجودة في المغرب لكن ده بيبين ازاي سيطرت وقوة هذه العناصر قابل ضعف بيقلد الخليفة الفاطمي العادد الوزارة لاسد الدين شركو وهنا نفكر كده وصراح الدين جزي اه صراح الدين هيأتي مع عمو اسد الدين شركو الى مصر من ضمن هذه القوات فبوفاة اسد الدين شركو بيتقلد الوزارة صراح الدين الايوب طبعا وجوده في مصر وسيطرته وتعلمه حزر القرآن الكريم وعملوا بيق اليور في بلاد الشاب ودخوله الى مصر ومعرفته كل المعلومات والبيانات والطبيعة اه وافكار حتى الخلافة الفاطمية اللي موجودة فبيستطيع بكل الزكاة ان هو يتولى الوزارة بعد وفاة عمو اسد شركو ثم بعد ذلك بسقوط الدولة الفاطمية بيتولى الحكم وبيلقب نفسه بالسلطان الناصر صراح الدين يوسف ابن ايوب وبيبتدي عصر جديد وهو عصر الدولة الايوبية هنتكلم عليها في الحصة يجيان شعور نشوف الاسئلة كده معنا بيقول لي العام المشترك بين اسباب سقوط الدولة العباسية والدولة الفاطمية هذه عندي خلافتي خلافة العباسيين وخلافة الفاطمة السبب مشترك وعامل مشترك في سقوط هذه الخلافات وهذه الدول هل سيطرت رجال الدين على السلطة ولا ضعف شخصية الخلافاء ولا تطبيق نظام الاقطاع ولا تطبيق نظام الاحتكار طبعا ضعف شخصية الخلافاء وبالتالي كان عامل مهم جدا في سقوط هذه الدول عامل مشترك وضعف هذه الدول الاسلامية ما يجيء صراحة الدين لمصر مع المؤسسة الدين شريكو. كان بسبب ايه؟ صراحة الدين يجي مصر. خيانة وزراء الدولة الفاطمية. واللي علشان ينقذوا الدولة الفاطمية. واللي الطمع فيه سروات مصر ولا انقاذ اهلا. طبع لو قلت انقاذ اهلا مصر هما مزلي ما استعانوا الاخباط بعمر ابن العاص عشان ينقذوهم من آآآ من الرومان. لا فمش هقدر اقول انقاذ اهلا. طب هل الطمع فيه سروات مصر? لا. ده ما كانش حيئة. هل انقاذ الدولة الفاطمية? لا. دول كان مختلفين. رغم ان بلاد الشام كانت تابعة للدولة الفاطمية في هذه الفترة. آآ لكن انقاذ الدولة الفاطمية الفاطمين كانوا على المذهب. الشيعي لكن في بلاد الشام كان فيه مذهب اخرى. فعندي السبب الرئيسي ليه ما جيء صراحة الدين مع مؤسسة دين شريكو وهي خيانة وزراء الدولة الفاطمية واستعانتهم بقوة من الخارج. طبعا نفكر نفسنا عندي شاور وعندي درغام استعانت شاور بنور الدين محمود في بلاد الشام واستعانت درغام بملك بيت المغزس وهو آآ عموري. فبالتالي دي تعتبر خيانة ان انا استعين في الدولة بعناصر من الخارج. واللي كانت النتيجة النهائية للصراع على منصب الوزارة في مصر خلال عصر الدولة الفاطمية صالح مين? يعني انتهى الصراع بين شاور وبين درغام لصالح نور الدين محمود ولا الخليفة العضد ولا صراحة دين ايوبي ولا الوزير شاور. طبعا الايجابة هنا آآ رغم ان الوزير شاور استعانت بقوة آآ مسلمة واستعان بنور الدين محمود. لكن انتهى ان الاثنين ما كانوش في الوزارة. فلا الخليفة العاضد سيطر على البلاد لنور الدين محمود وصل البلاد للوزير شاور وصل للحكم. فكل هذا النزاع كان لصالح صلاح الدين الايوبي بسبب فيه قيام الدولة الايوبية وانتهاء عصر الفاطميين وانتهاء مصر كدولة تنتمي للمذهب الشيعي وعودة مصر مرة اخرى لمذهب اهل السنة. انا بشكر بحضراتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.